الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم وعلى الضالين آمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هودًا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلًا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وعمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرًا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبِّروا ما علو تتبيرًا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم عد الكافرين حصيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولًا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرةً لتبتعوا خضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا وإذا أردنا أن نهلك قريةً أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا ترجمة نانسي قنقر